اهدنا اتلو لماذا قرأنا هذا اللفظ بالكسر وهذا اللفظ بالضم او كيف نبدأ بهذه الافعال التي تبدأ بهمزة وصل نبدأها بالفتح ام بالكسر ام بالضم اولا ننظر الى الحرف الثالث اذا كان الحرف الثالث فيها مضموما نبدأها بالضم مثل كلمة ارقض اتلو اما اذا كان الحرف الثالث فيها مفتوحا او مكسورا نبدأها بالكسر مثل كلمة اقتربا اذهبوا اهدنا ارجعوا باستثناء بعض الافعال الحرف الثالث فيها مضموما لكن نبدأها بالكسر لان نضم فيها عارضة مثل كلمة امشوا اقضوا ابنوا ائتوا امضوا هكذا